اشهد رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي ومسعيهما المباركة لتيسير كافة الخدمات لضيوف الرحمن واضاف العسومي ان هذه الجهود المباركة تعكس العناية الكريمة التي توليها السعودية لتيسير اداء شعيرة الحج والتي تجسدت من خلال اطلاق العديد من المبادرات ضمن رؤية 20-30 مثمنا كافة الاجراءات التي تعمل عليها المملكة لتعزيز الاجراءات الاحترازية والوقائية واضاف العسومي ان السعودية قدمت درسا ملهما في ادارة الازمات بعد موسمين استثنائيين بسبب جائحة كورونا حيث اثبتت للعالم قدرتها على تجاوز اية ازمات امام تمكين قاصد بيت الله الحرام اشتركوا في القناة